بدوره أكد الله قيادي في تحالف الإصلاح حيدر الملة في تصريح الرشيد أن هناك صمت حكومي مطبق فيما يخص المعلومات بشأن القصف الإسرائيلي لمعسكر السقر مشيرا إلى ضرورة وجود موقف رسمي حول الأحداث التي تشكل أهمية لأمن المواطن لدينا تصدع حقيقي فيما يخص الملف الأمني سواء في إطار العناوين الرئيسية التي هي انفلات السلاح خارج إطار سلطة القانون قضية تمدد مخازن ومعسكرات الحجد الشعبي داخل المدن السكنية والمدن المدنية قضية ما يثار في الإعلام أو من بعض الأطراف عن وجود قصف خارجي لهذه المواقع سواء كان من الكيان الصهيوني أو من أي دولة أخرى نجد هناك نوع من الصمت المطبق من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظواهر التي بدأت تشكل تهديد حقيقي للأمن والسلم المجتمعي بدأت تشكل تهديد لأمن المواطن ولذلك نقول هل صدر موقف رسمي لحد هذه اللحظة من القائد العام للقوات المسلحة يتحدث عن قيام الكيان الصهيوني بقصف هذه المعسكرات الجواب كلا نسمع تصريحات من هذا الطرف من ذاك الطرف عضو أمن ودفاع طرف سياسي آخر ولكن هذه التصريحات لا ترقى لأن تكون تصريحات ذا إيطار رسمي لأنه كما أسلمت هناك نوع من الصمت الغير مبرر من قبل القائد العام للقوات المسلحة والذين تمنى في أن يكسر حاجز الصمت حتى يوضح لأبناء الشعب العراقي ما هي الحلول لهذه العناوين التي ذكرتها لكونها بدأت تشكل تهديد حقيقي لأمن وسلامة المجتمع شكرا